كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استسمع الأخلاق خبر سلبي على الاقتصاد الأمريكي انهيار واحد من أكبر عشرين بنك بأمريكا شو تأثيره على العملات الرقمية وشو تأثيره على عملة اليو اس دي سي تحديدا إذا عندك أنت من هالعملة بنصحك أنك تبيع ممتلكاتك بسبب هالخبر يلي رح نحكي عليه اليوم أيضا شو تأثير هالشي يلي صار على البيتكوين كل هاد رح نحكي عليه بهالفيديو إذا أول مرة بتشوفني بتمنى منك تشترك بالقناة تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد خلينا تقل للتفاصيل هاي الصورة أصدقاء لسقوط سهم سيليكون فالي البنك هذا يعتبر من أكبر عشرين بنك بأمريكا تأثيره على سوق العملات الرقمية مثل ما بنعرف أصدقاء أنه شركة سيركل هي الشركة المصدرة لعملة اليو اس دي سي طبعا شركة سيركل بنحتفظها بـ 8.7 مليار دولار داخل بنك سيليكون فالي مشان هيك أصدقاء العملة نزل سعرها أيضا إذا منشوف الماركت كوب أيضا فقد اليوم جزء من الأموال أيضا إذا منشوف سعر العملة عبيد داول حاليا عند الصفر فاصلة تسعة وتسعين سنت نتمنى هالحدث هذا يمر بسلام على سوق العملات الرقمية لكن أنت كمتداول وكا مستثمر داخل سوق العملات الرقمية لازم تعرف الأخبار يلي عم تصير داخل السوق البيتكوين حاليا عند مناطق دعم مهمة احتمال الارتداد منه احتمال وارد أيضا احتمال كسرة والزهاب لمستويات الـ 18000 أيضا احتمال وارد أصدقاء يلي عملته أنا أصدقاء دخلت من مناطق الـ 19500 بالجزء وتارك معي كاش للدخول في حال كسر مناطق الـ 19500 تارك عندي منطقة الدخول الثاني هي مناطق الـ 18200 تقريبا هيك عم بتعمل أنا مع البيتكوين بوضع الأخبار السلبية حاليا تقدر أنت تنتظر لحتى تشوف تماسك وارتداد على البيتكوين من المناطق الحالية وتقرر الدخول أو تخلي دخولك على الـ 18200 لازم تعمل إدارة ومحفظتك صديقي تأكد الأخبار السلبية ما بتجي إلا لما يكون السوق باللون الأحمر هيك وصل نهاية الفيديو وتمنينا العجابكم إلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله